موسيقى لا يمكن أن نصنع حضارة وتقدما ورقيا في الحاضر أو المستقبل دون أن نكتب التاريخ ولأنه باحث في التاريخ ولأنه مؤلف للعديد من العناوين الهامة في هذا المجال ولأنه أيضا مدير أرشيف المغرب نسعد بأن نحل عليه ضيفا في بيته هنا بمدينة سلا مرحبا بك الأستاذ جامع بيضا مرحبا بك شكرا على الاستضافة نظيف عندك شكرا جزيلا أستاذ لابد ونحن نستحضر مدينة تزنيت التي لها عميق الأطار في وجدانك ستستحضر معنا طفولتك في هذه المدينة مرحبا طفولتي أنا من مواليد 1955 بمدينة تزنيت هل يمكن أن نسميها آنئد مدينة أو قرية كبيرة أو مدينة صغيرة على أي حال هناك ترعرعت من وسط عائلي متوسط الحال فترددت على المسيد كجميع أطفال الذين كانوا في عمري ودرست الإبتدائي والإعدادي بتزنيت ثم بعد ذلك غادرت أصوار السلطان المولى الحسن الأول للتحق بالمدينة السعدية التي هي تارودانت لقضاء أربع سنوات أخرى في التانوي ثم بعد ذلك وهناك حصلت على شهادة البكالوريا لأعانق مدينة الرباط الموحدية دراسة جامعية بكلية الأداب بالرباط سنة 1978 ولكن دعني أولا أسألك يعني كيف وجدت نفسك منخريطا في عالم التاريخ والأداب والفكر هو في الحقيقة كان عندي بعد الحصول على البكالوريا في يونيو 1974 رغبة إما في العلوم السياسية أو الصحافة ولكن بعد تفكير غيرت هذا التوجه بعد التفكير فقلت الصحافة يمكن أن تتدارك والعلوم السياسية يمكن أن أجدها خانة ضمن الخانات المتعددة في التاريخ العام وبالتالي توجهت إلى اختيار شعبة التاريخ والجغرافية بكلية الأداب والعلوم الإنساني بالرباط أستجام عبيضة في سنة 1982 ستنال دكتوراه سيلك الثالث وبعدها 1995 بفرنسا دائما ستنال دكتوراه الدولة يعني ربما تقربنا من فلاءات الدراسة أندك وهل حصلت على منحة قبل الذهاب؟ كنت من تلة صغيرة من طلب المغاربة الذين حصلوا على منحة مغربية لمتابعة دراسة في سيك الثالث وسيك الثالث آنذاك يمر على الدواء أو ما يمقابله اليوم الماستر ثم بعد ذلك ثلاث سنوات أخرى من أجل إنجاز الأطروحة إذن أربع سنوات قضيتها في بوردو إقامة ودراسة وكفاحا طلابيا أيضا وأظن أنها كانت أيضا تجربة في الحياة هذا ما ألاحظه اليوم أن الذين لم يخرجوا من بلادهم ربما ينقصهم شيء ما في مسارهم أكاد أقول أن نظرتي إلى المغرب وحبي للمغرب ازداد أكثر عندما كنت في الغربة عندما كنت في الغربة ذكر بعض السنوات تكونت فيها شخصيتي بطريقة ربما لا أقول أنها طريقة شاملة ولكنها كانت لها بصمات إلى يومنا هذا بصمات في حياتي لذا وددته بحل واحد نوع من استاج وحل نوع من تدريب ذلك الخرجاء من المغرب الواحد عادتك تشفي نفسه ويشوف بلاده من بعيد كمثاله ذلك دائما نطنعتها بحل صورة طابلو كلما اقتربت قربت صورة من عينيك إلا وكانت الرؤية غير واضحة وهكذا بالنسبة لرؤيتي إلى المغرب فابتعادي عن المغرب لمدة أربع سنوات جعلتني أنظر إلى بلدي نظرة أخرى نظرة أخرى ليست فيها عدمية ليست فيها عدمية بل فيها حب كبير ونظرة أيضا عقلانية للأمور جميل أستاذ يعني ثم بعد ذلك عودة إلى النبع تحديدا كلية الأدب بالرباط للتدريس والتكوين وأنت كذلك عضو العديد من الجمعيات العلمية والفكرية إذا طلبت منك أن تحدد لي مسألة التاريخ بالنسبة إليك لا هو العودة إلى المهد لأن في الحقيقة انطلقته من شعبة التاريخ وبكلية الآداب بالرباط وعدت لأكون زميلا لأساتدتي زميلا للأستاذ محمد زنيبر للعميد الذي أصبح عميدا محمد حجي إبراهيم حركات إبراهيم بوطالب وكل أسماء لامعة في حقل التاريخ وحظي وحظ مجايلي في نفس التجربة هو أننا وجدنا أن الدروبة قد تم تصطيرها من طرف هؤلاء الرواد الذين أسسوا المدرسة التاريخية المغربية نعم وعبدوا الطريق عبدوا الطريق بالنسبة إلينا والفضل يرجع إليهم لذا فربما كانت مهمتنا فقط هو تشبيب تشبيب المسار وتشبيب الرؤية وأيضا تلقيح الإستغرافية المغربية ببعض النظريات الأجنبية التي لم يكن الجيل السابق متشبعا بها فالجيل السابق كان عليه مثلا أن يعاكس التيار الكولونيالي في الإستغرافية المغربية وهذا من حقه لأنه هو الذي تولى زمام الأمور زمام البحث مباشرة بعد نيل المغرب لاستقلاله ولكن جيلي أنا ربما أضاف شيئا آخر هو الخروج من ذلك العراق العراق مع المستعمر القديم والتخلص من ما يسمى بالمدرسة الوطنية الضيقة التي لها مشروعية في الوجود ولكن يجب أن لا تستمر هذه المدرسة الوطنية في ذلك العراق القديم الذي يشدنا دائما إلى الماضي وبالتالي جيلي أنا وهم كثرة الحمد لله هو جيل بناء مدرسة جديدة في التاريخ وهي مدرسة متأثرة أساسا بمدرسة الحوليات بفرنسا ثم بعد ذلك تم تلقيحها أيضا بما أتابه زمل آخرون كان نصيبهم من يتكونوا في بريطانيا وفي الولايات المتحدة وكل هذا قد أغنى توجه التاريخ المغربي في وقت كان المغرب في أمس الحاجة إليه ذلك أنه في نفس الآونة بداية التمانينات كانت هناك لا مركزية الجامعة وتم فتحه جامعات عديدة في أقادير في وجدة في الدار البيضاء على سبيل النقطة من دخلتنا في شتنب 1982 حصلت على تعيينين اتنين في نفس الوقت الرباط والدار البيضاء تعيينين لا هو كان خطف الحقيقة بينه لكن هذا الخطأ وكان خصاص بمعنى آخر كان علي أن أحسم وأختار المؤسسة الأمة التي نهلت منها لقلوم التاريخ التي هي الرباط نعم أستاذ جامع بضاء المتأمل لمصارك وتجربتك يجدك قد أوليت اهتماما كبيرا أولا لتاريخ المغرب المعاصر قبل وبعد الحماية وكذلك للحركة الوطنية الاهتمام بتاريخ الأقليات الدينية المسيحية واليهودية وبالشخصيات الوطنية وبالأرشف المغربي إلى أي درجة تجد أننا في حاجة إلى النبش في تاريخ المغرب الآن وصونه من خلال الأرشف هو تقول واحد المثال الأكاديمي أن l'histoire est en perpetuelle reconstruction أي أن التاريخ يعاد بنائه باستمرار لماذا؟ لأن الأسئلة التي يتيرها جيل تختلف عن الأسئلة التي يتيرها جيل آخر أو جيل لاحق والأرشيفات المتوفرة عند جيل قد يتم إقصاؤها تماما وعدم الاعتراف بها فقط لأن أرشيفات جديدة أصبحت مفتوحة للعموم وهكذا دواليك لذا فهذا الاهتمام الشخصي بالمعاصر أرجعه إلى ما ذكرته قبل قليل قبل قليل سألتني عن الرغبات وقلت أنني كنت أرغب في الصحافة وقد كتبت في الصحافة ودحدت أيضا في هذا المجال دحدت فيه لأنه الصحافة الفرنكوفونية على وجه الخصوص كنت قد رغبت في ولوج عالم الصحافة وأصبح صحفيا ولكن عندما تم اختياري لمجال التاريخ ربما الصحافة لحقت بي وأملت علي الأقدار أن أتخصص في الصحافة أقول الصحافة نعم بالصحافة على اعتبار المفر وليس الصحافة كما هو شائع فكأن تلك الرغبة المكبوتة يبان اختيار تاريخ العام في الجامعة المغربية قد لحقت بي ووديت أن أتخصص في الصحافة وكذلك فعلت ولم أندم على ذلك لأن النبشة في الصحافة وأتذكر أنه بالنسبة للدكتورة الأولى دكتورة السلك الثالث قد تصفحت وقد عدد حوالي 11 ألف عدد من الصحف بين ليومانيتي والوموند والعور وفرانسوار والفيقارو وهذه الصحافة النبش فيها وقراءتها وإخضاعها لما يسمى بمناهج تحليل المضمون قد وفرت لدي أو وفرت لي بعض النوافذ على قضايا كنت قد أمر عليها مرور الكرام منها الاهتمام باليهودية المغربية الاهتمام بالأقليات الاهتمام ببعض القضايا الشائكة في الحركات الوطنية الوقوف على بعض التغارات أو على بعض البياضات في التاريخ أو المسكوت عنه في التاريخ كل ذلك اكتشفته وأنا أتصفح الجرائد وبالتالي بما أن إنجاز الأطروح يملي على الشخص أن يتقيد بالموضوع فكل ما صادفته وأنا أبحث أفتح له ملفات وتلك الملفات هي التي فتحت في وقت لاحق نعم صد في سنة 2011 ستعين مديرا لمؤسسة أرشيف المغرب ماذا لو نعرف للمشاهد الكريم دور هذه المؤسسة تحديدا باختصار؟ باختصار شديد هذه المؤسسة مؤسسة أرشيف المغرب هي وليدة القانون المنظم للأرشيف والذي صدر في 30 نوفمبر 2007 هذا القانون الذي هو من بنات توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فهيئة الإنصاف والمصالحة بعد 23 شهر من عملها كانت قد رفعت لصاحب الجلالة أيده الله تقريرا عاما وضمنها هذا التقرير يوجد تزويد المغرب كعربون الحداثة بقانون منظم للأرشيف وأيضا إحداث مؤسسة تعنا بالأرشيف وهذه المؤسسة رأت النور ترجمة القانون إلى واقع في ربيع 2011 وهذا تشريف وتكليف في نفس الوقت وقع اختيار صاحب الجلالة على شخصي المتواضع لكي أقود هذه السفينة التي لم يكن لها ربان من قبل ولا حتى وجود من قبل واليوم وهي تحتفي بالذكرى العاشئ سنعود إلى هذه الذكرى فيما بعد ولكن أستاذ ثقافة الأرشيف هل في اعتقادك ترصخت من خلال هذه المؤسسة والدور الذي تلعبه خصوصا عند بعض العائلات التي تمتلك العديد من الوثائق والدخائر المرتبطة بتاريخ المغرب هذا ما يتلج الصبر بالنسبة لي على الأقل أنني قد وجدت أرضا جرداء منذ 2011 فيما يتعلق بثقافة الأرشيف وبعد عشر سنوات يمكن أن يلاحظ القاصي والداني اليوم أن هناك إقبال كبير على إهداء هبات للأرشيف للمؤسسة فقد توصلنا بما يفوق الستين مجموعة من جميع أطراف المغرب إهداء هبا وهذا يعني ماذا يعني هذا؟ يعني فقط أن كل الحملات التواوية التي نقوم بها في مؤسسة أرشيف المغرب وبمؤاظرة القنوات الإعلامية مثل هذه المناسبة قد أتت أكلها أتت أكلها واليوم نحن مصرورون جدا وهي تبقى أمور تتدارك ولكن أظن أن تقافة الأرشيف قد أصبحت مترسخة وهنا ربما نجبل لك واحد نقطة بسيطة ذهبت وأنا وحد الأصدقاء إلى معرض المغرب للكتاب وبالدار البيضاء هذه واحد زيطة ثلاثة أو أربعة سنوات ودخلنا الباركينج باش نحط السيارة هذا السيد اللي حارس شافني غالية الأرشيف وكم فرحت ذلك اليوم فرحت ذلك اليوم فقط لأن كلمة أرشيف لم تعد كلمة مجهولة الناس أصبحت تعرفوا قيمة الأرشيف قيمة كترات كتاريخ كمستقبل وربما أعطيتني الفرصة جزاكي الله وخيران أن أبين أن الأرشيف ليس فقط ترات وتاريخ هذا وجه واحد من العملة أما الوجه الآخر هو أن الأرشيف هو الحداثة والديمقراطية والشفافية لأن عندما نقول ربط المسؤولية بالمحاسبة كيف يمكن محاسبة شخص ما دون أرشيف لا بد من العودة إلى الأرشيف أكيد أستاذ هذا المجال يلزمه خبراء في صون هذه الأرشيفات هل أنتم تظهرون على إعداد جيل آخر ليصون هذه المسؤولية؟ واليوم يقع على كاتف المؤسسة أن تقوم بهذا العمل ونحن نقوم به أولا بالنسبة للمستخدمين الموجودين في مؤسسة أرشيف المغرب ولكن نقوم به أيضا بإعطاء الخبرتي وتوفير الخبرتي لكثير من الوزارات والقطاعات العمومية فلا يمر يوم إلا ويطلب مننا تكوين لفلانة وفلانة بل أكثر من ذلك أن بعض الدول بالخصوص في إفريقيا جنوب الصحراء تلتمس مننا الخبرة بل وترسلوا بعض مستخدبيها الأرشيفيين ليأخذوا الخبرة من المغرب طيب أستاذ مثلا على سبيل المثال فقط هل هناك في مجال السينما من يأتي لأرشيف المغرب ويبحث حتى أو روائيين مثلا؟ هناك الباحثون من جميع الأطياف من سينمائيين من صحفيين من طلبة يحضرون دكتوراتهم فبتالي كلما كطرت وتنوعت الأرصدة المودعة في الأرشيفيين لا ويجد فيها الباحث ضالته هذا يحينني علي سؤالي آخر أنتم تصدرون عن أرشيف مؤسسة أرشيف المغرب مجلة تعنى بتاريخ المغرب كيف توزع هذه المجلة وهل تصل إلى فئة أخرى غير فئة المهتمة بتاريخ وخصوصا إلى الشباب حتى يتعرفوا على تاريخهم؟ أنت تشيرين إلى مجلة أرشيف المغرب التي هي ليوم قد خرجت منها فقط خمسة أعداد وأحسن وسيلة بالإضافة إلى أننا نكاد نوزعها بالمجان نكاد نوزعها بالمجان نضع الـ PDF النسخة الرقمية بالمجان ويمكن لأي واحد في موقع انطلاقا من موقع المؤسسة أن يقوم بتحميلها فهذه ديمقراطية المعرفة وكلما استطعنا إلى ذلك سبيلا فنحن رهنا إشارة الفاحدين بل إننا أحيانا عندما يتعلق الأمر بأرشيفات قليلة فإننا نتوصل بطلبات من بعض المدن النائية في المغرب ونوفر بالمجان ونرسل بالمجان هذه الأرشيفات طبعا إذا كتر عددها فهذا شيء آخر يستدعي تنقل الباحث إلى المؤسسة أستاذ في مجال الإطار القانوني الذي يحكم هذه المؤسسة هل هي مؤسسة مستقلة أو مثلا لها دعم خاص؟ لا نهي مستقلة عند استقلال إداري واستقلال مالي وبالتالي فميزانيتنا هي تتم مناقشتها مباشرة مع وزارة المالية التي قد تكون أحيانا شحيحة وقد تجود علينا ببعض ما يستجيب لمتطلباتنا جميل أستاذ أنتم ناديتم من قبل بإحداث يوم وطني للأرشيف بالمغرب وقد تمت الموافقة أو تصديق على هذا المطلب الأساسي والجميل تحقق خلال هذه العشر السنوات العديد من الإنجازات ما الذي ما زلتم تنتظرون أن يتحقق؟ تحقق الكثير والحمد لله لأن المؤسسة انطلقت من فراغ فكونا الكثير من المستخدمين واقتنئنا الكثير من الأرشيفات أننا إلى حدود الآن نحتل جناحا من المكتبة الوطنية القديمة ترمين لا يفي بالغرض وبالتالي وجب على المغرب اليوم أن يلج بكل شجاعة مشروعا تقدمت به منذ سنوات عديدة وهو تشيد مقر يليق بالمغرب الحداتي والديمقراطي كما لأنه مشروع مهيكل ومشروع ليس طرفا ذهنيا وهذا ما أصبو إليه وقد أحال على التقاعد غدا ولكن ستبقى تلك الغصة في حلقي ما لم أرى المغرب ينخرط في مثل هذا المشروع الكبير ولكن الضروري لمغرب الغد أستاذ في ختام هذا الحوار أجدد لك الشكر وعميق الشكر على كل ما تبدله من أجل تاريخ المغرب وصوني ذاكرته وشكرا لك أيضا على استضافتك لنا ببيتك وشكرا أنت في بيتك شكرا جزيلا على إتاحة لي هذه الفرصة لأتحدث عن همومي اليومية منذ عشر سنوات شكرا أستاذ لاحظك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم